اصدر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى لشباب والرياضة قرارا رقم واحد لسنة 2021 بشأن تنظيم اقامة الاحداث والفعاليات الرياضية وجاء في القرار بعد الاطلاع على قرار اللجنة التنسيقية في اجتماعها بشأن الموافقة على مقترح تمديد سريان القرارات المتعلقة ببعض الاجراءات والاشتراطات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والقرارات الاخرى المتعلقة بانتشار الفيروس لمدة شهرين اضافيين وللصالح العام يحضر اقامة اي احداث او فعاليات رياضية بالمملكة دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة شؤون الشباب والرياضة وتكون ادارة الشؤون القانونية والتراخيص بالوزارة هي الجهة المعنية المختصة باصدار الموافقة على اقامة اي احداث او فعاليات رياضية تنظمها اي من المؤسسات او الشركات او الاندية او اتحادات اللعبات الرياضية او اللجنة الاولمبية البحرينية او اللجنة البرالامبية البحرينية الرياضية او اي من الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة المبينة في قانون الجمعيات والاندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة تتولى الإدارة المذكورة دون غيرها فور تلقي طلب إقامة أي حدث أو فعالية رياضية من أي من الجهات المبينة بالمدى السابقة مخاطبة الجهات الأمنية والصحية والتنسيق مع الفريق الطبي الوطني لمكافحة فيروس كورونا للحصول على الموافقات اللازمة قبل إختار الجهة صاحبة الطلب بالقرار الصادر في شأن الطلب المقدم منه ترجمة نانسي قنقر